حتى الآن لدينا حقيقة واحدة لا نعلم من المصيب ومن المخطئ في انهيار اتفاق الحبوب الحقيقة هي أنه انتهى حتى الآن انتهى دون بديل على هذا الحقيقة على هذا الواقع ما هي التبعات على خريطة الغذاء العالمي مساء الخير وشكراً إليك أهلاً بحضرتك حتماً حتماً الكل مخطئ عندما يتعلق الأمر بغذاء البشر وبالتالي تأثير هذه العملية عملية الإقاف الاتفاقية إلى جانب عوامل أخرى يعاني منها رضيها في العالم سوف تزيد من أعداد منهم في حالة انعدام الأمن الغذائي ونقص التغذية خاصة إذا ما علمنا بأن التقرير الأخير الذي نشر من منظمة الفاو وأربع منظمات أخرى والذي يوضح حالة الأمن الغذائي في العام هذا تقرير سنوي بينا بأن لا تغيير هناك على أعداد من يعانون من انعدام الأمن الغذائي في العالم الآن مع هذه المؤشرات اللي إحداها إقاف اتفاق البحر الأسود رح نبدأ نعاني من ازدياد أعداد من يقعون في انعدام الأمن الغذائي كيف ذلك؟ ببساطة هذا سوف يؤدي إلى اضطراب في أسواق الغذاء سوف يؤدي إلى حالة عدم يقين وبالتالي ارتفاع أسعار وهنا تكمن المشكلة بأن الدول ذات الدخل المحدود هي أساسا تعاني من أعباء الديون الهائلة وها سوف تكون قدرتها على الوصول وشراء هذه الحبوب قدرة متناقصة بمعنى بنفس المبالغ المتوفرة لديها سوف تحصل على كميات غذاء أقل وهذا رح نعكس على المواطن اللي بالمحصلة هو من سيؤدي فعلت تمن طيب اسمع لي أيضا يا دكتور هناك جدل قائم منذ أمس حقيقة على فكرة الشحن الجوي لهذه الحبوب الكل طبعا يؤكد أن التكلفة ستكون أضعاف الأضعاف عن النقل البحري لكن هناك من يرى أن حتى لو افترضنا أن هناك جسر جوي للحبوب سينظم من أوكرانيا ومن روسيا التكلفة ستعلق صحيح إنما لن تكون بعيدة كثيرا لأن الرحلة لن تستغرق أسبوعين أو ثلاثة أسابيع لما ستستغرق ساعتين أو ثلاثة ساعات هذا أحد الحلول لكن في حل آخر اسمح لي أن أبين فضل اسمح لي أن أبين بأن من يتباكون على اتفاق الحبوب مر عليه عام ولم يفعلوا أي شيء على الإطلاق من أجل دعم الممرات البديلة نحن في دولنا دائما نتهم دولنا بأنها تتأخر في الاستجابة ودائما تتأخر في الحلول الاستباقية لكن دعني أقول بأن الاتحاد الأوروبي خلال عام كامل لم يعمل شيء على الإطلاق فيما يخص سكك الحديد اللي بتنقل واللي كانت بلزمها بعض التعديلات حتى تصبح نقل هذا الحبوب بكمية أكبر بل على العكس كان هناك اضطراب في الدول المجاورة ورأينا في فترة من الفترات بولندا وأنغاريا وليتوانيا منعت دخول الحبوب الأوكرانية إليها لذلك هذه كلها حلول كان بالإمكان العمل إليها إذا كان أثر هذه الثمانية مليون طن من القمح اللي صدرتها أوكرانيا من خلال الاتفاقية سوف يهدد العالم بالجياع وأنا أشك بذلك ورح يكون له تأثير لكن لن يصل إلى التهويل في تهويل في آثار يقاف هذه الاتفاقية لأنه ببساطة برجع بكرر أن العالم ينتج ثمانمائة مليون طن قمح يستهددك سبعمائة وستة وخمسين مليون وما يدخل سوق التجارة العالمي الباقي يستهددك محليا فقط ميتين مليون طن وما قامت أوكرانيا بتصديره خلال هذه الفترة هم ثمانية مليون طن لذلك المبالغة هي لأغراض سياسية بإجازة دكتور فاضل لو تكرمت حضرتك ذكرت مصطلح الممرات البديلة حسب معلوماتنا أن ليس هناك بداء البحرية سواء البحر الأسود حتى الآن ماذا تعني بالممرات البديلة ليست بالبحر السكك الحديدية سكك الحديدية ممرات سكك الحديدية أشكرك أشكرك ترجمة نانسي قنقر